مكملين في كورس تعلم المونتاج على ادوبي برمير النهاردة درس مهم جداً او بداية مجموعة دروس وحنتكلم عن الماسك ازاي بقدر ان انا استخدمه وبعد كده هنزل تطبيقات ازاي بقدر ان انا اوظف الماسك في عملية المونتاج فيلا بنا نبدأ خلونا قبل ما نبدأ اتكلمكم عن سبونسة للفيديو وهو موقع موشن أليمنت موشن أليمنت هو موقع خدمي بيساعدك وبيوفلك التولز اللي انت بتحتاجها وانت شغال اللي بتختصر عليك وقت كتير جداً في الشغل بتقدر تحمل من خلاله تيمبلت او اوالب لأفتال افكتس ادوبي برمير فاينال كت ابل موشن دفينش ريزولف كمان بتقدر انك تحمل ستوك فيديو ومازيكة والساوند افكت وكمان ايميج كل اللي ده بتقدر انك تحمل ملايين العناصر الموجودة على الموقع باشتراك سنوي 158 دولار يعني تقريباً في الشهر 16.5 دولار واكيد طبعاً هتاخد ترخيص استخدام اي عنصر انت بتحمله بحيث لو انت هترفع على يوتيوب ما تقلقش من مشاكل حقوق ملكية كل الروابط هاسفالكو تحت في الديسكريبشن ويلا بنا بعد نرجع نتكمل الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معاكم مصطفى مكرم معلش المهاردة صوتي تعمين شوية فخلونا نكمل كورس المونتاج على ادوبي برمير وطبعاً مكملين على الاصدار الجديد اللي هو عشرين اتنين وعشرين اللي ما تابعش الفيديو الخاص بالجديد في الاصدار ده يليد ترجع تتابعه علشان تبقى فاهم معنا ايه اللي تضاف جديد في البرنامج ويلا بنا نبدأ ايه هو المسك؟ المسك في ادوبي برمير هو هو المسك في ادوبي فوتشوب انك بتقدر انك تحدد جزء معين بس بدل ما بتحدد ده على صور بتقدر هنا انك تعمله مع الفيديو مش بس كده بتقدر انك تعمل كمان تراكينج للمسك ده بحيث لو انت بتصور حاجة بتتحرك وحابب انك تقصها هو الموضوع حيبقى متعب شوية بس بيطلع بنتايك حلوى اوي طب في البداية منين اعضل ان انا اوصل للمسك؟ اول ما بتحدد اي فيديو على التايم لاين بالشكل ده لما بتروح بقى للإفكتس كنترول على الأوبستي بلاقي فيه شكل دايرة وشكل مربع واداة البنتول او في ادوبي برمير اسمها او الرسم الحر لو ضغطت على الدايرة بالشكل ده على طول بلاقي نزلي قايمة اسمها ماسك فيها مجموعة من الادادات وفي نفس الوقت بقت فيه دايرة على الفيديو اللي انا اعمله سيلاكت يعني لو حركت كده مش هلاقي المسك موجود لو روحت هنا ضغطت على المربع نفس الكلام بلاقيه على طول نزلي حاجة اسمها ماسك واحد وده يدل ان انا اقدر ان انا اعمل اكتر من ماسك على الفيديو الواحد على بحيث لو هقضت قص مثلا جزء من تحت جزء من فوق على حسب احتياجك طب خلونا نرجع للدايرة طب دلوقتي انا اتحركت على التايم لاين فاختفى السلكت بتاع المسك منين اقدر ان انا ارجع له بحيث ان انا اقدر ان انا اكبر او اصجر بكل سهولة هتروح تضغط عليه تاني وهتروح على المسك في تبدأ انك تحدد و هيظهر معاك التحديد بالشكل ده بقدر بقى من خلال البوينت اللي موجودة دي بقدر ان انا اتحكم في حجم المسك زي ما انا عايز بقدر ان انا اكبره كده اخليه بالشكل ده زي ما انتو شايفين كمان بتقدر انك تحركوا يمين شمال فوق تحت يعني لو انا عايز اعمل تركيز على البروداكت ده ممكن انا اروح هنا للفايزر مثلا وابدأ ان انا ازوده بالشكل اللي انتو شايفينه ده بحيث في النهاية هيبقى الفيديو شكله كده هل ده كل استخدامات المسك اكيد لا ده دي الف بي في استخدام المسك تعالوا ننجي على المسك تاني تعالوا نعمل ريسيت للفايزر اول خيار عندي اللي هو المسك باس ده من خلاله بقدر ان انا اتحكم في الباس من خلال الحركة يعني لو انا بعمل ماسكينج لحاجة بتتحرك بقدر ان انا اعمل كيف فريمز بحيث المسك يمشي مع الحركة دي طبعا دي حيبقى لا تطبيق في درس منفصل علشان يبقى الموضوع اوضح وياخد حقه في عملية الشارع تحت اللي هو المسك فيزر اللي هو بقدر ان انا اناعم الحواف بتاعت المسك بدأنا اروح هنا والبدأ ان انا ازود في القيمة دي او ان اروح على الدايرة الصغيرة circumstance مستغلمها بالشكل دي بحيث انعم المسك او حواف المسك بتاع الخيار الي تحتو اللي هو الأوبستي الى انت عايز تتحكم في شفافية المسك اللي انت بتعمله بقدر ان انا اروح هنا وابدع ان انا اقلل في الشفافية بتاعت الفيديو ده او ان انا اسوأتها والخيار الاخير عندي ان انا بقدر برضو اتحكم في الحدود بتاعت الفيزر بتاعتي بحيث اقدر ان انا اكبر المساحة بتاعت الحواف او ان انا اصغرها جميل لحد هنا جميل طب في بقى خيار مهم جدا وهو الانفيرت شايفين المربع الصغير ده ده علشان تعكس المسك بتاعك تعالوا نروح على التاني عشان يكون اوضح بضغط على المسك لو روحت هنا على انفيرت بالشكل ده وعملت علامة صح بلاقي على طول البرنامج عكس لي بقى المربع ده هو اللي باللون الاسود والمسك بقى حواليه طب ايه هو اصلا اللون الاسود عبارة عن خلفية او جزء شفاف يعني لو انا رفعته كده بالشكل ده وحطيت تحته اي فيديو فهالطول هيتحرك من من تحت الفيديو ده فلو انا روحت هنا مثلا وعملت الشكل كده فبتقدر انك تدخل فيديوهين وبعض وطبعا كامثلة تقدر انك تعملها الامثلة كتيرة جدا وبيستخدم فيه حاجات كتيرين تقدر انك تستخدمه كأفكتس تقدر انك تستخدمه مع الأفكتس نفسها تقدر انك تستخدمه كترانزيشن وحنشوف كل ده في التطبيقات بإذن الله هي دي التول اللي انا بقدر ان انا اتحكم فيها بالمسك المسك طب تعالوا ناخد كده تمرين صغير علشان منطولش الدرس وهو مثلا انا عندي فنجان قهوة زي ده انا حابب يبقى فيه شخص بيسبح جوه الفنجان ده ده شكل الفنجان فيديو عادي جدا تقدر انك تستخدمه على فيديو سايبت زي ده يعني ده الكاميرا من فوق سابتة والفنجان حد تقلبه وبعدين بيلف تقدر انك تستخدم بقى نفس التكنيك ده مع فنجان وفيه كاميرا موفمينت يعني فيه كاميرا بتتحرج بس هنا بنزود مع المسك موضوع التراكينج علشان يديك واقعية اكتر وطبعا بيبقى اجمل كمان بكتير من الموضوع ده من انها تبقى بشكل سابت يعني تعالوا نتمرن على ده النهاردة مثلا انا عندي الفنجان بالشكل ده علشان اعمل عليه المسك طبعا بحدده وبروح على الأوبستي اقدر ان انا ارسم بالفري دروينج او ان انا اخد الدايرة بما ان الشكل عندي دائري وببدأ ان انا احرك بالشكل ده على الحواف اللي انا عايز اشيلها من الفيديو او اللي انا عايزه يظهر جوه مثلا كده بالشكل ده مثلا انا دلوقتي عملت المسك على الجزء اللي انا عايز اخفيه طب دلوقتي انا عايز اعكسه بروح هنا على انفيرت وببدأ ان انا اقلبه طب هعمل ايه؟ هروح هجيب بقى الفيديو اللي انا عايزه يظهر وبخليه فيه التراك اللي تحته جميل وببدأ اثبت بقى المشهد بتاعي هيبقى عامل ازاي ومنين مثلا هيكون بالشكل ده بتبدأ بقى انك تثبطه فوق وتحته وتثبط الاسكيل بتاعك على حسب المشهد تقدر كمان انك تلعب فيه الكلر كوريكشن بحيس يبقى الموضوع واقعي اكتر بيبقى بالمنظر ده تقدر انك تعمل مشاهد شكلها حلوة قوي مش هطول اكتر من كده كانت دروس بسيطة وخفيفة استنوني ان شاء الله فيه طبقات جاية كتير مع ادومي بريمير وان شاء الله كمان حنبدأ تكملة في كورس الديفينشي ريزولف الناس اللي كانت متابعة كان لكم تابعين وفي الختام سبحانه الله ومحمدك اشتاد ان لا اله الا انت استغفرك واتوبوا اليك كان معاكم مصطفى مقرم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة